السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية يا رب اليوم جئتكم بوصفة هي سهلة جداً لتبييد اليدين وكذلك القدمين كل هذا بمكونين مكونات جد طبيعية متوفرة في كل بيت فعادة ما تهتم المرأة بجمالها وتعتني بلون بشرتها وتحافظ عليها من الحروق والعوامل الخارجية كالبرد القارس أو أشعة الشمس الذي يؤدي إلى جفافها ومن أجل تبييد لون اليدين والرجلين يجب كذلك الحرص على اتباع العديد من الوصفات الطبيعية غير المؤدية والتي تعمل كذلك على زيادة رطوبة ولمعان ونظارة البشرة ومن أجل الحصول على ذلك جئت لكم بوصفة سهلة بسيطة وقبل ما نمر حبيبات في تحضير هذه الوصفة والتعرف على المكونات أتمنى منكم حبيباتي أن تدعموني وذلك بالتغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو أما إذا كنتم من الزوار الجدد فأهلا وسهلا بكم معنا في قناة وصفات لكم يسعدني انضمامكم معنا وذلك بالتغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل الخلطات والوصفات المجربة والمضمونة التي أقوم بتنزيلها يوميا ولكم مني دائما جزيل الشكر إذا في وصفتنا لليوم لتبييد اليدين والقدمين وتنعيمهما كذلك سنحتاج كما قلت إلى مكونين فقط سنحتاج كما ترون إلى أول مكون لدينا هنا لدينا نصف حبة من الليمون الحامض فالليمون الحامض هو مبيد ممتاز يعالج البقع الداكنة التي تكون في اليدين والرجلين ويفتحها ومعالج للإسمرار الذي ينتج عن كثرة التعرض لأشعة الشمس كما أنه يزيل خلايا الجلد الميتة التي تتراكم على البشرة بشرة اليدين والقدمين كذلك بالإضافة إلى أن عصير الليمون الحامض هو يساهم في توريد لون اليدين والرجلين وجعلهما أكثر إشراقة وكذلك سوف نحتاج هنا إلى النشا أو ما يسمى بالمايزينا أي نشا الدرة فهو يفتح لون البشرة يبيضها لأنه يحتوي على فيتامين A وكذلك يحفظ نمو الخلايا الجديدة ويحافظ على صحة البشرة ويمنع أيضا من ظهور التجاهد إذن بعدما تعرفنا على مكونات وصفتنا لتبيض اليدين والقدمين نمر الآن إلى طريقة التحضير إذن كما ترون هنا لدينا تقريبا مقدار ملعقتين كبيرتين من نشا الدرة أو ما يسمى كذلك بالمايزينا نأخذ هنا نصف حبة من الليمون الحامض نقوم بغمسها في نشا الدرة أو المايزينا كما يقال عنه بهذه الطريقة بعد ذلك نأخذ نصف حبة من الليمون الحامض نقوم بتمريرها بحركات دائرية على اليدين والقدمين كذلك يعني نقوم بالفرق ونستمر تقريبا لمدة عشر دقائق بحركات دائرية ثم بعد ذلك نترك هذا الخليط على البشرة لمدة تتروح إلى عشرون دقيقة بعد مرور عشرون دقيقة نشطف البشرة بالماء الفاتر ونجففها جيدا فهذه الوصفة تقوم بتبيض اليدين والقدمين كذلك وتتركهما رطبة ناعمة لأن هذه الوصفة تعمل على ترطيب البشرة دائما في الأخير يعني بعدما تقومون بعمل هذه الوصفة وتقومون بغسلها ضروري أخذ أي مرتب أو كريم متوفر لديكم تقومون بترطيب البشرة لأن الترطيب أيضا يساعد في تفتيح وتبيض اليدين والقدمين إذن كما رأيتم هذه هي وصفتنا لليوم وصفة بسيطة جدا بمكونات فقط أتمنى أن تجربوها وأتمنى إن شاء الله أن تتركوا لآراءكم في صندوق التعليقات أنا جد متأكدة أنها سوف تنال إعجابكم فهي تعطي نتائج منذ أول استعمال أما إذا استمرتم عليها لأسبوع فسوف تتخلصون من كل المشاكل الإسمرار أطار حروق الشمس والبقع الدكنة أيضا إذن حبيباتي إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم وأتمنى أن تشاركوا هذه الوصفة مع الأصدقاء نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله